بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أيها الإخوة هل أنتم بخير أتمنى لكم دوام الصحة والعافية أيها الإخوة الأحباء أن مادتنا اليوم وهي الخطابة العربية فالموضوعنا اليوم يعني تعريف عن الخطابة أو الخطبة وكذلك سوف نتكلم عن عناصر الخطابة نبدأ أيها الإخوة فأن التعريف من الخطابة أو الخطبة يؤرف فن الخطبة أو الخطابة ماذا؟ بأنه من أنواع فن التحدث من أنواع فن التحدث بأن الخطابة هذا من فنون التحدث أو الكلام مع الجمهور يعني من فنون الكلام أمام الجمهور jadi خطابة أو خطبة بداتو itu merupakan seni berbicara أمام الجمهور الجماهير الجمهور المستمع وجذبه إلى إصغاء باهتمام بعد الاستماء العابر وجذبه حيث الغرد من الكلام من الخطابة أو الخطبة هذا ليجذب السامعين بكلامه وجذبه إلى إصغاء باهتمام نعم untuk menarik para pendengar itu untuk mendengarkan إصغاء mendengarkan dengan اهتمام باهتمام dengan secara سكسامة بعد الاستماع العابر بعد ما سمعه من اللخوة نعم فصوف يريد أن يستمع بدقة هكذا نعم بستماع العابر setelah dia itu mendengarkan secara sekilas lalu dia ingin mendengarkan secara seksama pada بدato yang disampaikan ثم أتأثر فيه نعم وهذه هي الهل الهد نعم الرئيسي يعني أتأثر فيه لذلك كاذuhan لذلك تستمع على inward wider وخصص الخطب أتأثر إلا لذلك ب volzur كانا الت conversation خطب يل يتأث OUR في نعم Lalu Yang mendengarkan Merasa tertarik Dengan apa yang disampaikannya Setelah itu Terpengaruh dengan apa yang diucapkan Namba ini Kita Tammy Kita tahu Contohnya Segar Tarif Artif Demand емah agian Tidak forgiven Tidak Jemaat Jami Jinski Hermana ela حيث يذبهم إلى إصغاء إلى السماع باهتمام كبير بعدما يستمعه باستمام عابر ثم في الأخير التأثر بما ألقى فيه وتختلف أنواء الخطب باختلاف الجمهور فطبعا هناك اختلاف أنواء من الخطب العربية والإدونسية والإنجليزية وغيرها باختلاف الجمهور والهدف المراد منها أولا يعني الجمهور publicnya itu siapa yang kedua adalah tujuan tujuannya yang dimaksudkan itu untuk apa المراد منها والمناسبة kesempatannya dalam kesempatan apa فإما أن يكون مضمون الخطب دينيا إذا كان مضمون الخطب دينيا يدور حول الدعوة والواعظ والإرشاد نعم أحيانا يتكلم عن الدعوة berbicara tentang فالصلاة جيد في الآداء وغيرها نعم وأما سياسيا أي خطبة سياسية يتم تكديمه في المؤتمرات السياسية إذا كان الخطبة سياسية إذا كان الخطبة سياسية فتكديمها في المؤتمرات السياسية مثلا واللقاء الدولية واللقاء الدولية إلى التكامورات السياسية konferensi politik perpolitikan DPR-MPR atau pidato kenegaraan atau dalam kesempatan dia liqaat perjamuan ya pertemuan-pertemuan kenegaraan seperti itu misalnya seorang presiden yulqi muhadratan ya khutbatan amama al ruasa matalan ruasa al daulah وغيرها واما حربيا فهناك اقسام اخر اختلاف في المناسبة مثلا هناك حربيا يقدمه الجنود للجنود والأساقر kepada para prajurit prajurit para tentara بين بعضهم لشهد الهم untuk membangkitkan semangat على الجihad وحماية الوطن والحماية الوطن يتعلق بال المناسبة مناسبة حفلية الحفلة حفلات نعم مثلا التي تلقى في المناسبات العامة التي تقام في المدارس والجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة إذن هناك مثلا حفلة التحريج مثلا أو حفلة التحريج فهناك الخطبة أو الخطابة التي يلقي مثلا الرئيس يعني رئيس الحفلة وهذا يسمى بالخطبة الحفالية أو محفالية أو حفالات يعني للمناسبة بالحفلات التي تقام في المدارس أحيانا في حفلات أو في آخر من السنة الدراسية هذا تقعد هذه حفلات إذن من هذا نستنتج بأن اختلاف أنواء الخطب باختلاف الجماهير والهدف والمناسبة نعم مفهوم فن الخطبة أيها الإخوة الأحباء جاء معنى الخطبة من الفئل خطبة أي ألقى خطبة خطبة يخطب فهناك معان بأن الخطبة أو هذا من الخطبة يخطبه فأنا هناك الخطبة وكذلك خطبة وبعد سوف سوف نعرض من أصل الكلمة والخطبة فن أدبي بأن الخطبة هذا من فن الأدبي نثري نعم 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 من الفئة أو فرقه جماعة من الناز yaitu seorang orator berbicara di depan sekelompok manusia من الناز لِقْنَائِهِمْ لِقْنَائِهِمْ بالكلام ما بكلام فصيح بكلام فصيح بأمر ما إذن لإقناء الشيء بأمر ما بالحجة بالدليل بالبراهن وهذا بكلام فصيح فطبعا نعم بكلام فصيح إذا كان كلام فصيح هذا ما دل وقل نعم ليس بالطويل وليس بقصير إذن الكلام هذا ما قل ودل فصيح بليغ وهي فن مشافة الجمهور وكذلك الخطبة هي أن فن مشاهدة الجمهور مشافة ليس مشاهدة مشافة يعني من الشفة يعني فرباليساسي bagaimana memberikan مشافة berbicara di depan umum مشافة memberikan حجة dengan cara lisan باللisan مشافة الجمهور وإقناعه نعم وإقناعه upaya untuk membucuknya وستمالته بِتَوْدِهِ الْأَرَى بِتَوْدِهِ الْأَرَى بِتَوْدِهِ بِتَوْدِهِ dengan penjelasan tentang arah ide-idenya وَأَرْضُ الْأَفْكَرِ menyampaikan menyampaikan idenya arah itu mungkin pendapat sama ya وَأَرْضُ الْأَفْكَرِ وَتَدَعِمُهَا وَتَدَعِمُهَا وَهَذِهِ الْحَالَةِ تَدَعِمُهَا تُتُكُنْ تَنْ بِالْأَدِلَّةِ يعني كل هذه ikhna istimal هذا بالدعم بالأد الله والبراهين والشواهد بالأد الله dengan bukti-bukti dengan dalil بالبراهين براهين كذلك من البرهان يعني الحجة والشواهد وكذلك شواهد هذا من الشهد والشواهد من الشيء يعني من الواقع كذلك وإثارة عواتف السامعين حيث يثير يعني بسا مبانكت كان عواتف إموسي عاتفة السامعين الحاضرين وهذه مفهوم من فن الخطبة وهذا يا إخوان من الأسل الكلمة من الخطبة أو الخطابة يعني من خطبة في أرض خطبة يخطب نعم يخطب خطبة على نعم خطبة في يخطب ومسدر خطابة وخطبة خطبا وخطبة هناك الفرق يعني بنسبة إلى أسل الكلمة بأن هناك الخطبة يخطب هذا إما في مسدر خطبة وخطبة وأما الخطبة هذا من يلقي خطبة أمام الجماهير في المنبر هكذا وأما الخطبة هذا يعني طلب للزواج نعم للزواج أو طلب المرأة للزواج خطبة الخطبة هذا بمعنى يتو 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 تنان خطبة يتو فهو خطب kalau إسم فائل خطب orang yang melakukan seorang orator itu adalah خطب dan kalau خطبة orang yang melamar itu خطب خطب orang yang melamar خطب خطبة مخطوب مخطوب نعم تلامر أيها الإخوة الأحباء مثلا هناك خطبة في الجمهور بمعنى القى حديثا كلاما أي خطبة نعم خطبة في الجمهور بمعنى أي الخطبة وأما خطبة يدها طلبها للزواج نعم أسبحت الخطبة علما وبعد ذلك أسبحت الخطبة علما وفن علم والفن بجارة أمم الخطبة itu menjadi sebuah علم نجوك سني قائما بذاته أي يقوم بنفسه ويدرس ويدرس في كثير من المدارس والمراهد والجامعات والمؤسسات أن هذه الخطبة يعني بعدما يقول علما بذاته وفن قائما بذاته أسبح يدرس يدرس في كثير في كثير من المدارس والمراهد وهناك المسابقات كذلك مسابقة الخطبة العربية وال في المدارس والمؤسسات كذلك وكما كان كما يكون في جامعة جامعة مالا الحكومية هناك كذلك مسابقة الخطبة في الأسبوع العربي ودارس الخطابة ودارس الخطابة نعم ودارس الخطابة أي من يتعلم أن الخطابة أو طالب يتعلم وتلميذات طالب والطلاب والتلاميذ الذين يتعلمون فن الخطابة يجب أن يكون ملما نعم يجب أن يكون ملما أن يتمسك بقواعدها بقواعد ماذا بقواعد الخطابة نعم وَقواعدين نعم والقواعدين والقواعدين أي جمع من القانون يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون تata caranya أو undang-undangnya تata caranya aturan atau metodenya وَتُرُقُدْ تَعْثِرِ وَتُرُقُدْ تَعْثِرِ ya metode untuk mempengaruhi mempengaruhi بِلْأَخَرِين وَإِخْنَاِهِمْ dan untuk membucuknya ataupun membuat mereka itu puas Sehingga في الأخير النتيجة يعني يؤثر بما قال أو بما كلم وهو علم يُعنى بِدُرَاسَةِ وَسَائِلِ إِقْنَى السَّمَّاعِينَ يعني بِدُرَاسَةِ وَسَائِلِ إِقْنَى Ilmu ini mempelajari tentang bagaimana cara untuk meyakinkan pendengar يَقْنَى السَّمَاعِينَ baik itu meyakinkannya dengan cara membuat mereka itu puas وَتُرُقُ الْأَكْثَرِ تَعْثِيرًا فِيهِمْ dengan metode yang bisa mempengaruhi mereka metode yang sangat banyak yang besar yang banyak metode yang cepat untuk mereka itu bisa terpengaruh وَعِلْمٌ يَتَنَاوَلْ سِفَاتُ الْخَتِيبِ الْجَيِّدِ وَكَذَلِكَ هَذِهِ نعم هذا الفن أو هذا العلم يَتَنَاوَلْ كَذَلِكَ كَيْفَ نَجِدْ سِفَاتُ الْخَطِيبِ karakteristik dari seorang khotib خطباء الجيد وَطَبِيْعَةِ الْمَعَانِي الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا نعم وَطَبِيْعَةِ وَكَيْفَ طَبِيْعَةِ الْخُطْبَةِ نعم الْجَيِّدِ نعم الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا وَالْنَبْرَةِ مثلا كيف كيف مثلا كيف نقول أو كيف نختار نعم نختار كلمة جيدة نعم وَكَذَلِكَ النَبْرَةِ الْخِطَابِيَةِ نَبْرَةِ بركاةً نَنَا تَجُكَ نعم نَا تَجُكَ بَقِمْعَانَهَا هَرُسْكَرَاسِ بِالْجَهَرِ أو بغير جهر يعني دنگن سوارا يَنْكَرَاسِ أو سوارا يَنْلَمْبُوتِ لَيِّنْ وَغَيْرُهَا وَمَالَكَاتِهِ تَنْكَمَنْبُونَ وَاسْتِعَدَادِهِ الْخِطَابِيَةِ وَمُجَاوَزَةِ الْغُيُوبِ وَاسْتِدَادِ هذا مهم جدا قبل أن نقوم ب ماذا أمام الجماهير فطبعا نحن نقوم بالاستئداد نستعد باستئداد كامل في مثلا في مضمون أولا في مضمون وكذلك في الأداء كيف يعني ملقي شيئا جذابا أمام الجماهير هذا بستئداد الْكامل وَمُجَوَزَةِ مُجَوَزَةُ الْغُيُوبِ هذا مهم جدا يا إخوان المُجَوَزَةِ mengatasi mengatasi kesalahan bagaimana bagaimana seseorang itu ya mampu membuat ya mampu menjadikan sebuah kesalahan itu ya nanti teratasi seperti itu ya mungkin dia lupa lalu bagaimana dia mengatasi itu biar tidak grogi mengalihkan perhatian dan sebagainya مُجَوَزَةُ الْغُيُوبِ كيف الخطيب نعم إذا عندما يلقي محاضرة خطبة أمام الجماهير ثم يخطئ مثلا فكيف فماذا يفعل هذا مهم جدا يا إخوان خصائص الخطبة فهناك خصائص karakteristik daripada خطبة تتراوح الخطبة ما بين الإجاز والطل نعم يتراوح ya berkisar الخطبة ما بين الإجاز ya dari yang singkat مُجَز tetapi dia itu memiliki قَلَّا وَدَلَّا itu lebih baik yaitu yang singkat tetapi dia itu شَامِل وَكَامِل هذا أَحْسَن daripada تُل لكن يَتُلُ يُشَتِّتُ الْأَفْكَر yang menjadi pemikiran kita bercabang-cabang yang muhim yang terpenting adalah إِجاز مُجَز وَتُل فَلَا تَقُونُ طَوِيلَ تُثِير الْمَلَل فَلَتَقُونُ الْخَطَابَة طَوِيلَةً تُثِير الْمَلَل yang menimbulkan kebosanan sangat panjangnya بطوله حتى يشعر السامع الملل وكذلك نُعَاس نعم وَالسَّقَم نعم لدى الجمهور وَالسَّقَم هذا يسمى السَّقَم بمعنى الألم يعني كذلك مثلا هناك الخطيب الذي يلقي أمام الجماهر من خطبة الجمعة مثلا فلا يجذب لا يجذبه ماذا السامع وهم ينامون مثلا وكذلك يشعرون به هذا الخير مهم هكذا الخطبة غير مهم أو مضمون لا يهمهم السامع وَالسَّقَم يَا مُوَلْ مُوَلْ لَدَى الجمهور وَلَا قَسِرَةْ لَا تُغْتِي جَمِئْ جَوَانِبَ الْحَدَةِ لَاكِنْ لَا يَقُونُوا قَسِيرَةً كَذَلِكَ tidak terlalu pendek حَيثُ لَا تُغْتِيَةْ نعم yang tidak yang mencakup yang tidak melingkupi جَمِئْ جَوَانِبَ الْحَدَةِ لا تُغْتِيَ جَمِيعَ جَوَانِبِ الْحَدَةِ نعم إذن لا يكون قصير جدا حيث لا يتكلم مضمون الخطبة بشكل دقيق أو بشكل عميق حيث ينقض بين مبحث إلى مبحث بين الكلام المهم يعني المهم يعني حيث الكلام المهم لا ماذا لا يحصل إلى السامع تركز على موضوع واحد وفقرة رئيسية نعم تركز على موضوع واحد نعم دونة الشعبات yang tidak berjabang-jabang فرعية خارجة عن الانوان الرئيسي خارجة على الانوان الموضوع الرئيسي فهناك يستطيع يكون موضوع واحد وفقرة رئيسية واحد فهناك الكلمات التي يدعم في للخصول إلى موضوع إما jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah membuat sebuah pemikiran pemikiran atau bagian-bagian pidato itu yang mendukung pada afkar atau رئيسة yang satu tadi atau موضوع yang satu jadi tidak berjabang-jabang sehingga يُشَتِّتُ ماذا afkar السامعين إذا السامعين تَيَبْيَ إِخْوَان وهناك لابد من التنوية نعم لابد من تنوية إلى ضرورة أن يكون هذا الموضوع جديدا غير مكرر نعم إذن لابد من التنوية harus ditekankan إلى ضرورة penekanannya itu pada sesuatu yang ضرورة sesuatu yang sangat penting أن يكون هذا الموضوع بأن الموضوع جديد بأن الموضوع موضوع جديد غير مكرر إذا كان المكرر ketika ada sesuatu yang مكرر تقرير في الموضوع أو في المدحث فهناك لا بد أن يكون فيه التجديد فيه الحدث في المضمون مثلا هناك بزيادة في المعرفة أو التاريخ التاريخ مثلا أو غيرها المهم يعني هناك إضافة شيء جديد في موضوع مقرر إذا كان لا يكون موضوع جديد فتقرر لا بأس به لكن هناك زيادة في المعرفة نعم تتناسب مع أحوال المستمعين فطبعا هذا مهم جدا تتناسب مع أحوال السامعين فلا يتم توجيه خطبة الحربية مثلا لكبار السن الذين لا يملكون قوة والطاقة أو الصحة للدفاع عن الفضن هذا لا يمكن أنتم تتكلم عن الحرب فأمام الشيوخ هذا لا يمكن الضعفاء فأنتم مثلا تتكلم عن العبادة عن الآخرة و مثلا عن العمل وهذا ربما سوف يكون أحسن بجانب أن تتكلم مع زملاء مع الشوخ مثلا لكبار السن تتكلم عن الحرب وغيرها التي لا يمكن لديهم يعني الطاقة لذلك نعم أيها الإخوة وأيها الأخوات الأحباء الخصائص الخطبة تحتويل خطبة على جمال إنشاء الله لديهم كامل الترسطرة كامل فقط كامل إغpected した هناك هناك فيه من إغنية من بعض كامل كان relation إغandır كامل استفهم كامل وتأكى وأتقى فيه مما يثيروا انتباه المستمعين ويجددوا نشاطهم كذلك مما يثيروا انتباه yang bisa menggugah perhatian pendengar ويجددوا dan memperbarui نشاطهم dengan khutbah itu dia termotivasi ويجددوا نشاطهم بَلْ يُعْتِي الْخَتِبْ نَفْسُهُ شُعُورًا يُعْتِي memberikan khutib seorang khutbah itu mampu memberikan pada dirinya rasa syuuran بِنْ دِمَاجِ الْمُسْتَمِعِينَ antara hubungan integrasi antara pendengar dan yang menyampaikannya antara dia itu ada hubungan ada hubungan yang menyatu dalam jiwa dalam rasa arkadaşlar yang seorang khutbah di terhadir abang nillah aryad أو النجاح فأنتم لابد أن تشعر باندماجي مع المستمعين حين ذاك في نفس الشعور نعم أو إذا كان فرحة فرحة أو تشعرون بالفرح كذلك تعتمد الخطبة على الجمل القصير مقتملة المعنى هذا مهم ليس يكون جمعة طويلة بل ليس فيها المعنى نعم واختار الجمعة القصيرة لكن مقتملة المعنى واضح والشامل بحيث يكون بين كل جملة وأخرى فواصل إذا كان هناك الفواصل فواصل هذه قصيرة متقاربة بما لا يشتط تركيز المستمع ولا يوضي ولا يوضي المعنى إذا كان هناك متقاربة فواصل طويلة ada jeda yang sangat jauh sangat panjang itu يشتط تركيز المستمع itu akan berjabang-jabang setelah dia membahas ini lalu dia membahas itu lalu dia membahas ini lagi maka itu akan menyulitkan يشتط تركيز المستمع ولا يضي كذلك لا بد أن لا يضي المعنى من هذا نعم إذن المهم هناك خذ أو لا بد أن تشمل الخبه بالجملة قصيرة مكتملة المعنى ولا يضي المعنى الحقيقي وإذا كان بالفواصل فالفواصل هذا فواصل متقاربة لا يشتت حيث لا تشتت تركيز المستمع وتستشهد الخبه بالآيات القرآن لأن هذا المهم جدا كذلك بالاستدلال من الآيات القرآن والبراهن والسنة والوقاع والتواريخ والتاريخ وغيرها والأحادث النبوية الشريفة والأبيات الشعرية نحن إذا كان نسمع كلاما رائع كلاما رائعا من الشعر مثلا من الآيات القرآنية ف سوف هذا ينتبه سيزيد انتباه من السامع لذلك والأحادث والتاريخية أو الأحداث التاريخية كذلك مثل الكصة أناسر الخطبة أناسر الخطبة هناك ثلاث أناصر أولا مقدمة والثاني العرض والثالث يعني الاختتام الخاتمة أولا مقدمة هذا التمهيد لموضوع الرئيسي تمهيد لموضوع الرئيس قبل أن يتكلم عن الموضوع الرئيسي ف لا بد من التمهيد الجيد حيث هذا يقدمه في الموضوع نعم jadi harus ada pengantar kepada topik pembicaraan itu penting وَتَشَّمْلُ عَلَى أَقْوَالَ 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 وَتَرْخُلْ أَسْئِلَ kadang juga orang itu sebelum mengatakan sesuatu itu menanyakan كيف هَلْ أَنْتَ هَلْ أَنْتُمْ تَعْرِف مثلا هكذا وَغَيْرُهَا أَوْ إِبَارَة مشاوقة نعم أو إبارة هناك الإبارة جيدة قبل أن يتكلم مثلا قبل أن يتكلم عن النجاح أن يتكلم عما يتكلم بالنجاح ويؤتي إبارة مشاوقة طلفت انتباه المستمعين حيث انتباه السامعين إليه نعم وحيث يجذب يجذبون بهذا بهذه العبارات وتشدهم لسماء الخطبة حيث هذا الأمور تشد لسماء الخطبة أكثر نعم وتمهد لموضوع الخطبة الرئيسي بالشكل مباشر بحيث تكون مرتبطة أو متربطة بالموضوع الأساسي للخطبة المقدمة يا إخوان أن يتجاوز عن الموضوع الأساسي أن يبعث من الموضوع الأساسي هذا مهم جدا بأن الكلام في المقدمة هذا يعني مقدمة للموضوع مقدمة للمضمون نعم والثانيا الأرض التي لا يمكن الاستغناء عنه نهائيا الأرض مهم يعني لا يمكن الخطبة هذا الاستغناء عن الأرض لأن هذا مضمون مضمون الأرض هذا مهم jadi tidak mungkin pada sebuah خطبة itu yang meninggalkan الأرض الأرض يعتبر جسم الموضوع يعني هذا يعتبر جسم ويأخذ حصة أكبر ويأخذ الحصة الأكبر في الحديث عن موضوع الخطبة tidak mungkin مقدمة itu lebih banyak daripada isinya jadi inilah adalah isi itu menempati peringkat yang pertama untuk memberikan kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan موضوع الخطبة tentang مضمون الخطبة وطوله يزيد عن المقدمة والخاتمة نعم ولا يمكن تجاهل أو الاستغناء عنه في الخطبة ولا يكون أرض جيد لابد من المراعات بعد الأمور عند كتابته فلا بد للخطيب الجيد مراعات بعض الأمور التي تتعلك بهذه الخطبة أولا المحافظة على ترابط الموضوع ووحدته من خلال عرض الأفكار بشكل متسلسل ووحدته نعم المحافظة على ترابط الموضوع هناك محافظة على ترابط ما بين هذه وهذه التسلسلات من الأفكار مثلا هناك الأفكار كثيرة للموضوع للموضوع واحد كيف يعني كيف يترابط بين هذه الأفكار نعم حيث يقول أفكار جيد أفكار واحد رئيس جيد نعم ووحدته ada baik dari segi موضوع judul atau unit pada setiap pembahasannya itu من خلال عبد الأفكار بشكل متسلسل dan urutan urutannya itu lalu selanjutnya التنسيق التنسيق في أرض الأفكار بحيث نبدأ من الفقر الأهم bagaimana تنسيق ini kita lebih ke penyampaian من حيث نبدأ من الفقر الأهم dari penyampaian dari ide-ide yang terpenting فَالْمُهِمْ من المهم للأهم jadi من المهم إلى الأهم فَالْأَقَلْ أَهمِّيَّ حَتَّى نُحَافِذْ عَلَى تَدَرُّجِ فَالْأَسْلَعِيَّ حَتَّى نُحَافِذْ عَلَى تَدَرُّجِ لا بد من أن يكون هناك بشكل تدرج من الأقل الأهمية ثم المهم ثم أهم استخدام الأساليب إثارة والتشويق وهذا يضم متابعة المستمعين انسجام انسجامهم بالخب يعني استخدام أساليب إثارة هناك نستخدم إثارة وتشويق حيث يستخدم الكلمات الإبارة الجميلة جيدة حيث يثير ويشوق إلى انتباه السامعين والأخير من الأناصر يا إخوان يعني الخاتمة إبارة المصفات الموضوع نعم داري فلتر فلتر بعد طبيق أو كسيب بسيب بسيب هذا يتعلق بالتلخيص أهم ما تضمنه الخب التي يتضمنه الخب هذا من التلخيص من الخب بحيث يضع الكاتب فيها صفة الأفكار صفة الأفكار يضع فيها صفة الأفكار وينهي الخب من خلالها باستخدام الإبارة القوية التلخيص بالتركيز على أهم ما تم عرضه في الخب إلى أنها تكون قصيرة ومقتصرة التلخيص بما قصيرة وتعتبر مهم بالإضافة إلى إبارة قوية تهتز مشاعر المستمعين الذي يهتز بها مشاعر المستمعين حيث ماذا الأحسن يعني يكون في ذهن السامع وصوف يؤثر فيما بعد في حياته أيها الإخوة الأحباء شكرا كثيرا على حسن اهتمامكم وأريد منكم الملاحظة والتعليقات أما يتعلق بالخطابة أو أما يتعلق به هذا المبحث فأنتم وظيفتكم الآن يعني اجعل المقدمة مقدمة ومذمون قليل أو مقدمة أولا يعني اجعل مقدمة الخطبة شكرا كثيرا نريد منكم التعليق في هذه الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا